صباح الخير ميسون. كيفك؟ حبد لله. تمام. أهلا وسهلا فيكي وأهلا وسهلا بكل اللي نضمونا هلأ لمتابعتها الفقرة. اليوم ما في عنا إشي جديد نحكي عنه؟ حكينا عن العشر أيام الأخيرة من الشهر. جاني تعليقات كثير ليش مستعجلة لساتنا أول الشهر. لأن الشهر جاي رمضان وكل سنة وإنتوا سالمين أنا ما رح أكون معاكم. فبدي العشر أيام الأخيرة أحكي لكم عن شهر أربعة. أوكي بيرفكت ممتاز. اليوم رح نأخذ حكيت أنا ملخص مفيد للعشر أيام الأخيرة. لكل الأبراج. لكل الأبراج فهاليوم إذا بدنا نحكي حسب الطلب. حسب الطلب. عشان نحكي بالتفصيل. بالضبط. أوكي يلا نشوف طلباتكم نبدأ مع القوس. القوس العشر أيام الأخيرة من الشهر فترة جيدة مهنيا للانطلاق وتحقيق هدف. كذلك ممكن توصلك أخبار تفرحك تخص أحد الأخوة أو أحد الأبناء. كمان هي فرصة كتير ممتازة بالعشر أيام الأخيرة أنه تعزز مشروع أو تبدأ بمشروع أو توسع مشروع معين لحتى ترتقي سلمات النجاح. كل هذه النجاحات أكيد ما رح تخلو من بعض التحديات وبعض الضغط. ولكن بنفس الوقت هاي الضغوطات رح تشوف مين اللي يدعمك أنك تخرج منها. البعض يحصل على مردود مالي قد يكون بسيط ولكن لا بأس فيه. السفر متاح والمتابعة الصحية ممتازة. العاطفة الجزء الأول كان الأفضل للقرارات العاطفية وإحنا لسه فيه. فنحاول بالجزء الثاني أنه نأجل بعض الأمور للشهر القادم. عنا كمان عم بسألوا عن العذراء ميسون. العذراء الجزء الثاني من الشهر رح تتغير المعطيات تدريجيا وتتوضح الأمور. تستعيد نشاطك لحتى تنطلق لتعوض بعض ما فاتك من بداية الشهر. ممكن أيضا يجيك تعويض على شكل مكافأة قد تكون مالية أو معنوية. وعليك الالتزام بنفس شروط الجزء الأول اللي حكينا عنها. عليك أنه تعمل بصمت وأطلب الدعم بحالة أنك تحتاجها. إذا حسيت أنه أمورك صارت ثقيلة عليك بدك تطلب الدعم يعني من أشخاص أنت بتعرفهم من ذوي الشأن اللي بيخصوا الموضوع اللي أنت فيه. احذر التعاملاتك بالعلاقات الاجتماعية وأحذر خسارتها. العاطفة ما تعكس تقلبات وضغوطات هذا الشهر على العائلة. والجزء الثاني رح يكون الأفضل للقرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين. في عنا كمان ميسون عم بسألوا عن الحمل. الحمل أيضا من الأبراج اللي عم بيصير عندها تراجع بالسلبيات اللي كانت موجودة ببداية الشهر. رح تنتهي هاي المعطيات المزعجة اللي كانت موجودة رح تشعر بنشاط وطاقة وتزداد ثقتك بنفسك. تعوض ما فاتك تزداد العلاقات الاجتماعية وأيضا تزداد اللقاءات بعض الأمور الاجتماعية اللي لابد أنه تعملها. فزيارات والذهاب لبعض الأماكن ممكن تكون بعيدة لغرض الأغراض الاجتماعية. أيضا فيه شيء جديد عم بيدخل على حياة برج الحمل تبدأ بتنفيذ الخطط اللي حطيتها من بداية السنة. تحط أعمالك على أرض الواقع تطرح أفكارك تقوم بتخطيط وتنفيذ كل شيء فكرت فيه من بداية السنة. لذلك هذه المسألة رح تخليك تشعر بالأمان. العاطفة الفترة الثانية رح تكون هي الأفضل للقرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين. عنا كمام ميسون عم بسألوا عن الجوزاء. الجوزاء البرج الهوائي الجوزاء اللي كان ضاغط عليه ببداية الشهر. العاشر أيام الأخيرة رح تزول هاي الضغوطات تدريجيا وأيضا فترة تعويض. الكثير من السلبيات اللي واجهتها ببداية الشهر اللي كانت عم تزعجك. رح تشوف إذا رح تتصرف معها بهاي الفترة تتصرف مع الإيجابيات بشكل إيجابي. رح تشوفها كيف رح تقلب لسلبيات تخدب مصالحك على كل المستويات الاجتماعي العملي المهني المالي. أيضا بالنسبة للجوزاء العاطفة فترة جيدة لتعزيز علاقتك بالشريك. ولابد من دعم الشريك بالفترة الأولى من الشهر وغير المرتبطين فترة عاطفية تحمل أفكار أو تحمل التفكير بالاستقرار. لذلك كثير من برج الجوزاء ممكن أن يفاتحوا الأهل برغبة الارتباط والاستقرار. وعننا كمان خلص وقتنا معقول معلش بكرة من تابع ونحكي لباقي الأبراج تانكيو ميسون كتير. شكرا لكل الأشخاص اللي تابعوا حلقتنا لليوم من صحصح. إن شاء الله لقاءنا فيكم بيتجدد بكرة الخميس ومنودع هالأسبوع. ظلوا بألف خير وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة